مرض العصر هو لقب رافق مرض السرطان الذي يعتقد كثيرون أنه مرض حديث نسبيا انتشر بعد الثورة الصناعية وما رافقها من تغييرات في نمط عيش الإنسان وانتشار استخدام المواد الكيميائية بل ولجأ البعض إلى ربط المرض بالأجهزة الإلكترونية والإشعاعات التي تصدر عنها نسف هذا الاعتقاد لم يأتي على لسان علماء الأحياء أو الأطباء بل جاء على شكل أدلة قدمها علماء آثار رصدوا وجود آثار لمرض السرطان في مومياءات تجاوز عمرها آلاف الأعوام آخر هذه الاكتشافات تم على يد علماء إسبان درسوا مومياءات مصرية ولاحظوا فيها آثارا لسرطان الثدي والنخاع الشوكي ما يثبت بلا شك أن مرض السرطان لا يعد بأي شكل من الأشكال مرضا جديدا النتائج مذهلة جدا داء السرطان مماثل لما يعاني منه المرضى حاليا من الضروري توضيح أن السرطان كان موجودا بالفعل في ذلك الزمن وأنه بصورة أو بأخرى شيء متأصل في جسم الإنسان التطور العلمي والطبي مكن العلماء من اكتشاف المرض وتشخيصه بصورة أدق وأسرع إلا أن اكتشافا حديثا قد يمكن العلماء من علاج هذا المرض القاتل أو حتى منعه من الظهور حيث اكتشف علماء أمريكيون شبكة من القنوات المجهرية المليئة بالسوائل تحت الجلد تمتد وترتبط بكافة الأعضاء ما قد يصبح أكبر عضو مكتشف في جسم الإنسان الاكتشاف الجديد هذا يمنح العلماء نظرة جديدة إلى طبيعة عمل الجسم البشري ونظام المناعة لدى الإنسان حيث يعتقد أن السوائل التي تضمها هذه القنوات تعد أساس النظام المناعي لدى البشر إضافة إلى أن تركيبتها المشابهة لشبكة طرق النقل السريع داخل الجسم قد تفسر طريقة انتشار الأورام السرطانية بين الأعضاء وهو ما لم يتمكن العلماء من تفسيره إلى هذه اللحظة أمر قد يتغير قريبا بعد هذا الاكتشاف الجديد